موسيقى بعد الفقرة بتاعت سوتك وصل عندنا فقرة هل انتهى الاسلام السياسي هل فشلت الحركات او حركات الاسلام السياسي في العالم العربي والاسلامي ده اللي هنقشه بعد هل فشلت كل مشروعات الاسلام السياسي هل خلاص لم تعود لها قائمة و ايه مشاكلها و اين اخطأت مش من دلوقتي من ايام عبد الناصر ده اللي هنقشه مع الاسادزة الضيوف الاساز انا ستكريتي والدكتور مختار الشنقيتي ولكن بعد فقرة سوتك وصل وانا شايف ان دي الفقرة الجاية فقرة مهمة جدا لانها تخصني انا مهتم جدا بما يسمى بحركات الاسلام السياسي في سوتك وصل الميا بتيجي ساعات وازمة في لبن الاطفال ابرز الشكاوى معاني اللادي لكن خلونا افكركم بوسائل التواصل اللي ظهر على الشاشة دلوقتي قدام حضراتكم واللي من خلالها بتبعتلنا شكويكم واصواتكم حتى لو مجرد الشكوى اول شكوى معاني النهاردة يا شكوى ومجمعة من اهالي مركز نجا حمادي في جنى نسمع كده الشكوى مع بعض محمد جنى السلام عليكم استاذ محمد ناصر احنا في مركز نجا حمادي بنتجدن بشكوى ضد الحكومة بسبب الاهمال بجلنا اكتر من ثمان سنين والوزارة مقررة احلال وتجديد مستشفى نجا حمادي العام ونقل المستشفى لوحدة صحية بقرية بهجورة في مكان غير آدمي السرير فيها ما ينفعش يتنام عليها ينام عليها بشر ومن ساعته هم لسه ما خلصوش المستشفى رغم انها بتغدم قرى كتيرة زي الشوارية والرئيسة والمصارب ومركز نجا حمادي وده من اكبر المراكز وده مركز حيوي فيه مصنع سكر والمونيوم وخشب والى الان لم يتم الانتهاء من تطوير المستشفى على الرغم من مناشرة النواب في البرلمان ومناشرة الوزارة ولكن كل ذلك ذهب مع الريح المئولين بأكيد بيسرقوا احنا داخلين على اكتر من ثمان سنين ثمان سنين ارجو من حضرتك تزيع لعل لو عسى حد من المسؤولين يسمع ان احنا بنعاني وان حضرتك من صور الوحدة الصحية للبهجورة اللي نجا للمستشفى فيها وصور السرير من داخل المستشفى ومن امام المستشفى بعت لنا محمد الصور اهيئادي من قرية بهجورة او من بهجورة دي المستشفى حضرات اللي مفروض بتعالج ناس بتوع مركز نجا حمادي اتفرج مركز نجا حمادي اعرض الصور كده وخليك كده اه يعني اه يا خبر ابيض اتفرج اتفرج على المستشفى وعمل اوبرا مش لاقي ياكل مش عارف عريان ايه يتجمز تجميز ويقول باب الخمارة فين يا رجل حرام عليك ده انت مش لايه مستشفى مركز نجا حمادي ده محمد اشتغل فيه الاستاذ نجيب الرحاني عندكم في مركز نجا حمادي في المصنع بتاع السكر ده المصنع السكر اشتغل فيه واشتغل فيه الاستاذ محمد عد قدوس زوج الاستاذة روزة اليوسف وجد والد الاستاذ محمد عبد القدوس احسان عبد القدوس ايوه لا محمد ده الكبير اللي مسل مع عبد الوهاب ومسل في افلام السينما كتير لكن تزوج الاستاذ روزة اليوسف خلف احسان الكاتب الكبير احسان القدوس واحسان خلف الاستاذ الصحف الكبير محمد القدوس ده اشتغل في النجا حمادي اما قرية مهجورة دي فمنها الرسام الاستاذ جورج البهجوري يا حضرات دي مستشفى اللي قدامك دي وراح يعمل اوبرا رجاء الى السيد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار انه ينظر بعين العطف الى سكان واهالينا في نجا حمادي نجا حمادي يعاني من مستشفى بقاله ثمان سنين اهيه المستشفى قدامك يا دكتور خالد يرديك ده يردي ربنا ان دي تبقى مستشفى لمركز كبير في مصانع السكر ومصانع حاجات أليمونيوم في نجا حمادي تاني شاككم على النهار ده بخصوص لبن الاطفال في الغربية حسب كلام حمدي حمدي بيقول أستاذ محمد بص حضرتك الموضوع باختصار ان محافظة الغربية فيها أزمة كبيرة في لبن الاطفال المدعم بقالها أكتر من ثلاث شهور والكلام ده طبعا بيكتبوه على صفحاتهم لما الموضوع زاد عن حد وجمعنا بعض احنا الأهالي المتضررين وروحنا لعدو مجلس النواب أحمد البرولوسي وكان ده رده هبعات لك صورته بعث لنا فاكسات بعثنا فاكسات للوزارة ما فيش أي رد روحنا مكتب المحافظ رفض معابلتنا جبنا أرقام الشكاو من موقع المحافظة الرسمي النتيجة ان الرقم بتاع مكتب المحافظة بقى بيشوف الرسائل ويردش والرقم ده التاني ده رده برضه هبعات لك صورته المشكلة ان كل شهر بيقولوا في طلبية جات بنروح بنلاقي جيش بني أدمين وقفين ياخدوا اللبن وفي الأخر يقولوا كل واحد علبة واحدة بس من 12 علبة على ما تيجي طلبية جديدة وعلى ما تيجي طلبية جديدة بيكون الشهر خلص ويقولوا ده شهر جديد اللي فات مات الشهر ده معاد الصرف في يوم خمسة العلبة اللي بقوا بيصرفوها دي جات يوم 23 هبعت لحضرتك الصور شوف شكل الناس كانت عاملة ازاي وبتموت بتموت في بعض عشان علبة لبن المشكلة الأكبر لو دخلت على صفحتهم هتلاقي في الكومنتات ناس بتبيع اللبن المدعم علنا بتاريخ صلاحية جديد وبأسعار تانية الراجل الأستاذ حمدي بعت لنا الصور دي شايف الصور كل البشر دي اهو احمد بلال اشاب اهو شايف تطرق دي صور البشر اللي جايين يشتنوا علبة او علب لبن العلبة اللي بعتها لنا الأستاذ حمدي صور طوابير بشر على علبة لبن ينهر بيد ينهر بيد وراح يبني اوبرا ويتباه ويقولك الحالة تحسنت والله العظيم الراجل ده عايش في دولة تانية والله السيسي عايش ورجالته وإعلامه عايشين في دولة تانية نجا حمد ما فيهاش مستشفى ودول بيدوروا في الغربية على علبة لبن ويقولك الحمد لله ده احنا حسن من دول كتير رد الأستاذ أحمد البرولوسي عدو مجلس النواب عليهم بأن الوزارة بتقول مفيش مشكلة شوف الرد كده الأستاذ أحمد بلال شكاوة كتير بتوصلنا عن نقص لبن الأطفال المدعم في المحلة الكبرى وده رد وزارة الصحة علينا إذا فيه أي مواطن إذا فيه أي مواطن في المحلة بيواجه الصعوبة في صرف اللبن المدعم يتفضل يشرفنا في المكتب أو يكتب على الجروب مكتب نائب الشعب أحمد بلال البرولوسي لعمل شكوى لرئيس الوزارة طيب آدي بقى صور مكاتب الشكاوة تفضل يا أستاذ آدي شكاوة عدو مجلس النواب رفع شكوة آدي شكاوة الناس شكاوة الغربية تفرج معاناة الأهالي أنا من المحلة واللبن المدعم بتاع الصحة بقى له ثلاث شهور بيقولوا في عجز ومش بيجي واللبن في الصيدليات غالي جدا ودي مشكلة ناس غير متضررة منها يريد تكون في حل سريع أو تعرفون انخاطب ميني يحل المشكلة والكلام ده موجود في صفحة الصحة على الفيس وبتاع الوزارة تفرج بقى أول رجل قال لهم أحمد بروسي بعتولي الشكاوة بعتوله ما بردش عليهم دي صفحتهم رعاية الطفل في المحلة الكبرى وحضراتكم مش بتردوا ليه مش دي برضو رخم الشكاوة المواطنين أو تفرج لكن الغريب الحقيقة انه في الدولة دي السيسي بيقول ان الدين يزيل فل أحمد موسى بيقول الدين يزيل فل عمره قديب ما يعرفش عنكو حاجة عمره قديب ما يعرفش عن مستشفى نجا حمد حاجة اللي بقى لها 8 سنين في بهجورة عمره قديب ما يعرفش عن مشكلة لابن الأطفال في المحلة أي حاجة لأنه مش مطلوب منه يعني لو جاب سيطة القصة دي حصله أذى نروح اسكندرية بقى نصيف من اسكندرية شكاوة بخصوص انقطاع المياه في منطقة العجمي صاحب الشك وزيد إن جاء زيد أو حضر عمره طيب وإحنا مان إن شاء الله ما حضر يا أستاذ زيد منزعلش مني ده هي الأغنية بتقول كده في فيلم غزا البنات للأستاذ نجيب الرحاني زيد بيقول الأسكندرية سلام عليكم يا أستاذ محمد ياريت تتكلم عننا في العجم يا هانوفيل عيز بتعلام المياه بتيجي ساعة واحدة في اليوم ولما تظاهرنا قدام الحي رئيس الحي قفى المحلات عندنا ودفع الناس غرمات حسب يالله ونعم الوكيل الغريب إن الخبر ده من شهر بيقول إن رئيس الحي حل المشكلة خلاص وزيد بيعت يقول بتيجي ساعة واحدة أو في فيتو رئيس حي العجم يتدخل لحل أزمة المياه في عزمة علام طب يا زيد أنت الراجل حلها إزاي طلب أهالي عزمة علام بحي العجم محمد سكندرية التدخل السريع لحل كذا وطلب الأهالي بدورة عودة المياه بشكل طبيعي وأش عارف إيه وقام رئيس حي العجم السيد موسى والأجهزة الأمنية باحتواء الموقف وإدخال الأهالي اللي دي وان عامل حي والاستماع لمطالبهم والاتصال مسؤولي شركات المياه واستدعائهم للعمل على حال المشكلة بشكل فوري وجرى الدفع بثلاث فناطيس مياه لمنطقة عزمة علام لحل أزمة بشكل سريع ولحين عودة المياه وضخها بشكل أكتر من الموجود حاليا ووجهت السيدات الشكر للسيد رئيس الحي على اهتمامه طب يا عم زايد ما هو السيدات في عزمة علام وجهه للسيد سموسى رئيس الحي الشكر لأنه رجع لهم عمل فناطيس مياه وبتاهم أنا بصدق زايد مش بصدق الجرائب بتاعته طب يا سيد رئيس الحي يا سيد محافظة سكندرية يعني الشكوى موجودة حضرتك ممكن تنظر بعين العطف والرضا لعبيدك في عزمة علام قام رئيس الحي السيد موسى العجمي السيد السيد موسى هو الأجهزة باحتواء الموقف ويدخيل الأهل لدوان الحي نروح لسهاج مرة تانية سهاج بقى مشكلة تخص قطاع المصانع هناك نسمع كده صحب الشكر ويقول ليه محمد سهاج أستاذ محمد لك تحياتي وأنا كمان نعرض لحضرتك مشكلة بقطاع مصانع الهدرجة بسهاج التابع لشركة النيل الزيوت والمنظفات التابعة للشركة القبضة للصناعات الغذائية يشهد القطاع هذه الأيام حالة استياء نظر لتجديد التعاقد مع المهندس عين عين والذي كان يشغل رئيس قطاع الهدرجة سابقا وتم التعاقد معه لستة شهور ثم يجدد تلقائيا دون النظر لإنجازاته أو محاسبته هذا الرجل يقيم إقامة كاملة بمفرده باستراحة القطاع المكونة من طابقين وطعام وشرابه على حساب القطاع ومخصص له عاملين لتجهيز الطعام والعمل على خدمته بخلاف وجود ثلاثة فرد أمن الاستراحة بنظام الورديات وهدفه الرئيسي الاستفادة المادية من خلال أعمال المزادات لبيع خطوط الإنتاج المتوقف عن العمل ويتم الاستفادة أيضا عند بيع أرض القطاع التي تبلغ ستة واربين فدان لحين نقل القطاع إلى قطاع المجمع الصناعي غرب السهاج التابع للشركة أيضا السؤال هنا هذا الإهضار للمال العام للشركة لصالح من؟ مرسل حضرتك فيديو يبين إهضار الزيت التمويني ورشح الزيت على الأرض وكراتيني زيت المبعصرة ابعت يا حج محمد هنضطر نأخذ الشاكوة الأخيرة دي الجاية وعشان نطلع للفقرة اللي بعدها معنا شاكوة النهاردة من سوئين النقل السيد من حلوان أستاذ محمد عندنا مشاكل كثيرة في سوق النقل والأسعار خيالية الكويتش يا أحمد ياموس أنت قلت الكويتش بحضر عشر ألف بص الرجل بيقول لك إيه الكويتش بخمس تلاب جنيه دلوقتي بستة وعشرين ألف جنيه وفي خلال شهرين وصل لحد خمسة وتلاتين ألف جنيه قطع الغيار مع السلار والموازين والكرتات والتراكيس السنوية بتعدي خمستاشر ألف جنيه نفسنا تتكلم عن الموضوع ده وخصوصا الغرامات اللي على الطريق دي إحنا حاسين إحنا عايشين في بلد تانية على فكرة يا سيد إحنا كلمنا عن ده وجبنا فيديو لبعض سوئين النقل على طريق الغربي بتاع بنسويف وهم بيتخذ منهم كارتة بلا أي داعي بيعافية كده لكن اللي انت بتقوله ده صعب جدا ان الكاوتش وصل لخمسة وتلاتين ألف جنيه تجيب منين خمسة وتلاتين ألف جنيه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا وراح يعمل أوبرا جديدة على أي حال أنا قلت الشكاوة اللي عندنا خلينا نطلع فاصل ونحن نشوف إذا كان هل انتهى الطيار أو ما يسمى بالطيار الإسلام السياسي هل أخطاؤوا الكتيرة اللي حصلت من 52 لحد الوقتي هل أخطاؤوا في حاجة محددة هل افتقدوا إلى مقاومات الجماعات التي تبقى مع الزمن أم أنه دي كبوة وهتأملهم أيام تانية خلينا نشوف ده ولكن بعد فاصل قصير